قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في بلدية الكويت عبدالله عمادي أن الاستراتيجية الجديدة لتخلص المعاملات ساهمت بإحداث نقلة نوعية في تقلص الدورة المستندية لاستخراج شهادة الأوصاف للعقار أوضح عمادي أن الدورة المستندية التي انتهجتها البلدية في هذا الإطار شملت أيضا كتب التحديد الخاص بالعقار وتطوير أليات استخراج معاملته وفق القانون واستخراجها إلكترونيا وأفاد بأن نظام إنشاء معاملات الشهادات إلكترونيا يعمل في أربع محافظات حتى الآن وسيتم العمل به في محافظتي الفروانية والجهراء قريبا